تعالوا نشوف جدول ترتيب الدولي الممتاز حتى هذه اللحظة فيه ايه بقى؟ فيه ايه؟ تعالوا نشوف الاهلي في صدارة جدول الترتيب بس انا عجبني شكل الجدول ده صراحة كله لعب 12 مباراة كان دايما الجدول عندنا ايه؟ فيه فرق لعبة 3 فيه فرق لعبة 6 فيه فرق لعبة 12 الجدول ده شكله حلو دي اول ملحوظة يعني شكله حلو اول ما طلع قدامي في راحت الاهلي في صدارة جدول الترتيب ب30 نقطة فيوتشر في المركز الثاني بـ 26 نقطة الزمالك في المركز الثالث بـ 25 نقطة بيرامدز في المركز الرابع بـ 23 نقطة بالمناسبة نعجبني فيوتشر فيوتشر هو الفريق الوحيد مع النادي الاهلي اللي مخسرش ولا مباراة هذا الموسم وانا بقول لكم فيوتشر اقلقوا منه يعني فيوتشر تصوري الشخصي مكمل في المنافسة مش هيقع هيكمل في المنافسة الزمالك في المركز الثالث بـ 25 نقطة يعني اقصد انه فيوتشر رقبوه مش تقلقوا يعني يعني اقصد رقبوه وشوفوه هيعمل ايه بس حدش يقولك تقلقوا منه والآله والزمالك يقلقوا حدش هيقلع يعني بس طبعا لازم يتراب عشان هينافس وده بالنسبة لنا كمشاهدين للكورة حاجة ممتعة جدا فيوتشر و بيرامدز وبقى الفرق يخشوا في المنافسة الزمالك في المركز الثالث بـ 25 نقطة بيرامدز في المركز الرابع بـ 23 نقطة المقنون العرب في المركز الخامس بـ 18 نقطة الاتحاد السكنداري في المركز السادس بـ 18 نقطة و بنفس رصيد غزل المحلة في المركز السابع المصري في المركز السامن بـ 17 نقطة أسوان في المركز التاسع بـ 16 نقطة وتحياة كبيرة للك criminals المرضى طبعا في المركز العاشر بـ 15 نقطة طلال الجيش في المركز 11 ب13 نقطة فاركه في المركز 12 ب12 نقطة البنك الاهلي في المركز 13 ب11 نقطة سموحه في المركز 14 ب10 نقاط وانبي في المركز 15 ب10 نقاط وبنفس الرصيد حرس الحدود في المركز 16 بعد فوزه اليوم على الاسماعيلي في المركز قبل الاخير الداخلية بتسع نقاط والاسماعيلي اخيرا بسبع نقاط ماشي لعله وعس الأمور تتحسن شكرا